اهلا بكم في حصة مغاربية احيى المؤتمر الذي اقيم في اسبانيا بشأن نزع سلاح الميليشيات وعادة دمجها في ليبيا احيى الامال في الذهاب نحو تنفيذ هذه الخطوة من المحللين شككوا في قدرة الليبيين على التخلص من عبء الميليشيات التي تغلغلت في مفاصل الدولة ويطرح المؤتمر نقاط استفهام حول قدرة حكومة دبيبا المنتهية ولايتها التي لا تسيطن الا على العاصمة ترابلوس في تفكيك الميليشيات ودمج عناصرها في جيش نظامي مواحد تأتي هذه المحادثات بعد ايام من توصل لجنة المسار الدستورية اللي بخلال شماعتها في القاهرة الى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور دون حل مسألة الحكومتين المتنافستين على السلطة بهدف دمج العناصر المسلحة في مؤسسات الدولة الليبية استضافت مدينة توليل الاسبانية مؤتمرا بعنوان نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكان من بين من حضر المؤتمر من الوفد الليبي عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس الأركان اللواء محمد الحداد ووزير الداخلية والعمل وأعضاء اللجنة العسكرية 5 زائد 5 وأعضاء اللجنة 410 المكلفة بدمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة دوليا شارك في المؤتمر أيضا المستشارة الأممية استفاني وليامز وسفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا ومبعوث إيطاليا وفرنسا بشأن ليبيا ونائبة وزير الخارجية البريطانية للمشرق وشمال إفريقيا إلى جانب ممثلين عن مصر وتركيا وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية فقد تناول المؤتمر قضايا إعادة تفعيل دور اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 في ليبيا بهدف تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب ودمج العناصر المسلحة في المؤسسات الوطنية الليبية وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة العسكرية منذ تجميد أعضاء الجيش أعمالهم احتجاجا على ما وصفوه بممارسات رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد إدبيبة ويعقد المؤتمر بعد أسبوعين من محاولة قام بها رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس نواب فتح بشاغة لإدارة حكومته من ترابلس قبل أن يضطر إلى العودة لسيرت بعد رد الجماعات المسلحة الموالية لحكومة دبيبة ورغم الأمال التي يطرحها هذا المؤتمر بشأن إمكانية السيطرة على الشارع الليبي إلا أنه يثير انتقادات من حيث غياب مشاركة أي من البرلمان أو الحكومة المكلفة من قبله أو قيادة الجيش الوطني الليبي نرحب بضيفنا من بنغازي السيد جمال فلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية السيد جمال أهلا وسهلا بك على الشاشة الغد في حصة مغاربية إسبانيا تنظم مؤتمرا بشأن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا نزع السلاح وتفكيك الميليشيات ربما هو أول إجراء أو من الإجراءات المهمة التي تحتاجها ليبيا لتحقيق الاستقرار الأمني وبالتالي الذهاب إلى استحقاقات أخرى تحتاجها ليبيا لكن السؤال هل ينجح هذا المؤتمر برأيك والمشاركون به بالخروج لأي خطة أولية لتنفيذ ذلك على الأرض نعم مساءك طيب أستاذ سيهام تحية طيبة لك ولكم المتابعين ومشاهدين قناة الغد نعم أهلا وسلم بيكو بكل تأكيد دائما نجاح أي ملتقى أو مخرجات أي مؤتمر يعني بالأخص هذه المخرجات يمكن تطبيق الأرض الواقع دائما يحتاج إلى سلطة سياسية وإرادة سياسية محلية قوية لذلك صعب جدا الحديث على أن فلن نجاح مخرجات هذا الملتقى أو هذا المؤتمر وتطبيق الأرض الواقع في ظل وجود حكومة السيد عبد الحميد بيبة في السابق واتهم حتى اللجنة العسكرية لجنة خمسة سياسية خمسة عندما طالبت اللجنة العسكرية بالتعاون معها في مسألة تفكيك المجموعات المسلحة وكذلك في مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية لذلك السيد عبد الحميد بيبة لديه موقف مسبق مع اللجنة العسكرية خمسة سياسية خمسة في مسألة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية أي نعم يمكن هذا الاجتماع قد يكون بطبع مغاير عن الاجتماعات السابقة لأن هذا الاجتماع وضم العديد من الشخصيات وكذلك من الممثلين عن دول أوروبية ذو نفوذ أو ذو طبع قوي أو كذلك حتى من الدول العربية مثل مصر وكذلك حتى تركيا لأننا نعلم بأن مسألة اليوم تفكيك الكتائب المسلحة وكذلك تجميع سلاحها وكذلك إعادة تأهيلها ثم تنمجها في المؤسسات الدولة وبكل تأكيد نستطيع الحديث عنه قبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية نحن فعلا وهذا الاجتماع يمكن يعطي دفع للجنة العسكرية 5 زي 5 للتحرك وكذلك لإعادة الزخم لهذه اللجنة نحن نعلم بأن هذه اللجنة حتى في شهر أكتوبر كان يوم 8 أكتوبر 2021 أزرت بيان من جينيف وكان هذا البيان يعني يحمل بعض الدول في مسألة إخراج القوات الأجنبية كذلك تحدثت اللجنة العسكرية من خلال هذا البيان بأنها سوف تسعى وتتواصل مع الدول التي لديها مرتزقة في الأراضي الليبية مثل تركيا وروسيا لذلك حتى اللجنة العسكرية عندما حاولت وتواصلت مع تركيا في مسألة إخراج المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية في شهر ديسمبر وكذلك مع روسيا ولكن للأسف صدمنا نحن بتعنت التركي وكذلك بإنقار الروسي نحن نعلم بأن تركيا دائما تتحدث بأن وجودها جاء نتيجة الاتفاق شرعي وهو اتفاق مع حكومة الوفاق السابق كذلك في المقابل صرح وزير خارجية الروسي بأن نفس الشيء وجودهم في ليبيا هو جاء باتفاق مع مجلس النواب الليبي وبهذا يعتبر وجودهم هم اثنين شرعية لذلك لا يمكن الحديث الآن على تفكيك تلك المجموعات المسلحة وتلك الكتائب قبل العمل فعلا والبدأ فعلا في مسألة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبي لأن هذه تعتبر المشكلة الرئيسية في ليبيا كذلك حتى وفق اتفاق جينيف يوم 23 أكتوبر لسنة 2021 التي فعلا نصنا على تعاون هذه الدول وكذلك إخراج المرتزقة من الأراضي الليبي وكذلك القوات الأجنبية وأعطى مهلة لمدة 3 أشهر للأسف نفس الشيء بقت الفشل كذلك حتى البيان الصادر في اليوم 8 أكتوبر 2021 نفس الشيء لم تجد آذان صغير طيب لذلك إذا كانت هناك إرادة سياسية محلية سيد جمال لقد ذكرت أن ربما سيدة بيبة ليس لديه أي استعداد للتخلي عن ذلك أو ربما البداية في تفريق أو تفكيك هذه الميليشيات خاصة وأن محللين آخرين تحدثوا أن من يقف وراء دبيبة أو الدراع اليمين لدبيبة هم الميليشيات لا يستطيع الاستغناء عنها لكن بحضوره هذا المؤتمر بالإضافة إلى لجنة 5 زائد 5 في هذا المؤتمر ألا يعطي أي مؤشرات أنهم ربما يصلوا إلى أي توافقات بشأن تفكيك الميليشيات وأيضا إخراج المرتزقة وأيضا السيطرة على الإنفلات للسلاح في ليبيا نعم قد يكون فعلا هناك محاولة الضغط دولية على حكومة الوحدة الوطنية التعاون في هذا الملف وكذلك دعم اللجنة العسكرية 5 زائد 5 نحن حتى من خلال الأيام الماضية نحن شهدنا كانت هناك حتى ملتقيات وكذلك جلسات حوار في جينيب رعاية مركز الحوار الإنساني تم إشراك فعلا تم إشراك قادة الكتائب وكذلك قادة المجموعات المسلحة ومن المنطقي جدا أنا تحدث من المنطقي جدا يجب فعلا إشراك في الحوار لأنها فعلا قادة هؤلاء الكتائب حتى نسمع منها هؤلاء الكتائب وماذا يردون فعلا بالضبط من ناحية الاستقرار في ليبيا لذلك وتجاهلهم يعتبر مشكلة وكذلك عدم إشراكهم في نفس الشيء هو يعتبر مشكلة لذلك فعلا يجب إشراك قادة الكتائب المسلحة في مسألة الجلسات والمفوضات بحيث أنها فعلا تعطى الضمارات حقيقية لهذه الكتائب وهؤلاء الشباب فعلا بأنهم يتخلوا عن سلاحهم وتسليم سلاحهم إلى اللجنة العسكرية 5.5 وبالتالي يمكن إعطاء ضمنات تحافظ على سلامة بعض الأشخاص منهم في حيث أنه لم يكن هناك مرتكبين بجرائم قتل ونهب وكذلك لم يكنوا ملتقين بالدماء لذلك ممكن الحديث في حالة إشراك معنا فاعتقادي بأنه هذا المؤتمر وجاء بعد فعلا ملتقى أو مؤتمر جينيفا الذي فعلا تم رعايته من قبل مركز الحوار الإنساني على فاعتقادي بأنه فعلا هناك خطوات ستكون من موسى لأنه أول مرة أن يتم إشراك قادة المجموعات المسلحة والكتائب المسلحة في مثل هكذا مفاوضات اليوم لكن هناك أيضا تغير في الملف الليبي من ناحية إشراك مؤسسات هامة تغيب عن هذا المؤتمر أذكر هنا البرلمان وأيضا سيد فتحي باشاغة رئيس الحكومة الحالية هل من تبريرات لهذا الغياب؟ هو بكل تأكيد أن لا زال المجتمع الدولي يتمسك بشرعية دولية وخارط طريقة التي فعلا تسيرها بعث أمم التحدة والتي أنتجت لنا للأسف هذه السلطة التنفيذية السيئة أو الضعيفة بشقيها سواء المجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية لذلك لا زال المجتمع الدولي يعترف بهذه الخارطة وليس مقتنعا تماما بالسيد عبد الحميد بيبة وحكوماته ولكن هكذا نست خارط الطريق لأنها تنتهي هذه خارط الطريق في نهاية شهر ستة القادم لذلك المجتمع الدولي دائما يتمسك بخارط طريق التي فعلا تم دعمها أو تضمينها في قرارات مجلس الأمن وتم هناك إصدار قرارات مهمة في شدة مجلس الأمن التي فعلا كانت تضمن هذه خارط الطريق والتي فعلا كانت تفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المصارى والمصارى السياسي وكذلك حتى مسألة إخراج القوات الاجنبية والمرتزقة وكل من فعلا يحاول خارط وقف إطلاق النار في ليبيا لذلك هذا الانتباع وعطنا أن المجتمع الدولي وبعث أمم المتحدة إلى هذه اللحظة لم تعترف حقيقة بحكومة السيد فعتي باشا آغا وكذلك هي لازلت متماشية مع خارط الطريق إلى حين تكون هناك تسوية حقيقية تفضي إلى تسليم السلطة بشكل رسمي وذهب إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن طيب ماذا بالنسبة عن الاجتماعات التي هي الآن في مدينة بوزنيقة المغربية أو التي ستدور بالتزامن مع هذا المؤتمر هل لديها أي رابط هل هناك أي رابط مع ما هو الآن في مدريد المؤتمر بشأن تفكيك الميليشيات وأيضا ما دار قبلهما في القاهرة يعني هل هناك أي رابط هذه الجهود كلها هل ستأتي أكلها برأيك؟ نعم هو بكل تأكيد لأن المؤتمر اليوم في المغرب هو صمي بمؤتمر قوة الفاعلة وفي اعتقاد القوة الفاعلة زي ما ذكرت لك هي جزء منها من الكتاب المسلح على الأرض الواقع في الغرب الليبي لذلك كل اليوم يحاول المجتمع الدولي تحاول بعض الدول فعلا تفكيك الأزمة الليبية بحيث أنه فعلا يكون هناك عدة مصارات وهذه المصارات في نهاية الأمر سوف تكون في توصيات تجمع كل الأطراف وهذه التوصيات يمكن أن تلزم الجميع بتطبيق الأرض الواقع لذلك زي ما ذكرت لك المشكل في ليبيا هو مشكل معقد جدا سواء كان من ناحية الأمنية أو حتى كان من ناحية سياسية لا نستطيع أن نفصل الحالة السياسية عن حالة الأمنية وكذلك حتى الحالة الأمنية عن حالة سياسية هو مشكل متداخل هناك قادة كتائب لديهم ولاءات سياسية لبعض الأطراف السياسية وكذلك هناك فعلا سياسيين يدعمونها قادة أو أمراء هذه الكتائب لذلك من المنطق فعلا نستطيع أن نجزة أو تجزيء المشكلة الليبية بحيث أن القاهرة تبنت جزء مهم جدا وهو جزء المصار الدستوري أو الأساس الدستوري بحيث أن نصل إلى قاعدة دستورية والتهتة للظروف كذلك جينيف أو مركز الحوار الإنساني هو تبنى مسألة الحوار والتفاوض مع الكتائب المسلع بحيث أنه فعلا يسمع منه ماذا يردون فعلا كذلك المغرب الآن فعلا يتحاول أن يكون منتقى هذا يجمع بعض الأطراف من الكتائب المسلحة وغيرها من القوة السياسية بحيث أن كلها فعلا تأتي بنتائج ومن ثم تقديمها إلى يمكن فاعتقادي تقديمها إلى مؤتمر الذي سوف يعقد خلال الأيام القادمة في أسبانيا أو برعاية الدولة الأسبانية لذلك كل هذه الملتقيات حتى وإن كانت أعلنت حتى مركز الحوار الإنساني في سابق بأن ما يقوم به هو ليس بإشراف أو بدعم بعض الأمم المتحدة ولكن أننا نعلم بأن مركز الحوار الإنساني وفعلا دائما يقدم توصياته ويقوم بالعديد من الجلسات الحوارية المستقلة عن البعضها فعلا ولكن في نهاية المطاف ما يتم الوصول إليه هو يتم تقديم البعض الأمم المتحدة لكن الموضوع هنا يعني تعتدت المؤتمرات والأزمة لا تزال يعني في ليبيا لا نجد أي حل الأمر هنا منوط بالدول وبالدورة والأدوار التي تلعبها في الشأن الليبي أم بالأطراف الليبية بحد ذاتها من بيده مفتاح الأزمة الليبية نعم فاعتقادي أن الجزء الكبير يعتمد على بعض الدول الداعمة لبعض الأطراف داخل ليبيا لا نستطيع أن ننقر ذلك لذلك الأطراف الليبية يفترض فعلا أن هي تتصرف بأكثر عقلانية لأن الوضع في ليبيا لا يحتمل أي تدخلات أجنبية كذلك الوضع في ليبيا وفعلا منذ ما تصرح فيه بعض الدول الجوار بأن الدول الجوار هي معنية بالملف الليبي مثل مصر وكذلك تونس وجزائر وسودان وغيرها من الدول المطلة أو التي تفصل بينها وبين ليبيا حدود مشتركة لذلك هذه الدول تأذت كثيرا من الفوضى في ليبيا وانتشار السلاح وكذلك المجموعات المتطرفة وغيرها من الهجرة غير شرعية لهذه الدول لذلك يفترض بأن يكون موقف قوي لهذه الدول الجوار الليبي بحيث أن تكون موجودة في كل المفوضات أو حتى جلسات الخارجية بحيث أن هذه الدول يمكن أن تدعم الاستقرار نوع المال لأنها معنية بالملف الليبي بالدرجة الأولى لذلك ترك الملف الليبي في السابق بأيدي بعض الدول الخارجية التي فعلا عبثت بهذا الملف وكذلك جلبت للمرتزقة والمقاتلين الأجانب وزادت بصراحة من التأزيم المشهد الريبي وبالأخص المشهد الأمني لذلك نحن نتمنى بأن كل هذه المسائل الحميدة أن تفضي إلى حل يجتمع عليه جميع الأطراف أو يكون مقنع لجميع الأطراف بحيث أن تتفق الأطراف وتقتنع هذه الأطراف سواء كانت من دول الأجوار وكانت حتى الأطراف الدولية سواء كانت المطلة على البحر المتوسط المعنية بليبيا كذلك تتفق على مخرج حقيقي هذا بالنسبة لجيران ليبيا لن يكون هناك تدخل سلبي نعم سيد جمال هناك من يرى أن هناك تدخل سلبي لكن ربما ليس لجيران ليبيا بالتأكيد وإنما للدول كالولايات المتحدة مثلا أو كبريطانيا والأوروبية هل لا تزال هذه الدول هي من ربما تدعم هذه الميليشيات بسلاح هل هي فعلا تريد أن تنتهي هذه الأزمة أم تريد فقط تدويل هذه الأزمة وبالتالي إطالة أمد الحرب والاقتتال في ليبيا نعم سابق تأكيد أن هناك دول تتدخل بشكل سلبي في شأن ليبيا وكذلك دعمت بالسلاح وكذلك دعمت حتى بالمرتزقة لا ننكر ذلك ولكن في اعتقادي بأن الملف الليبي اليوم أصبح يعني من يدير الملف الليبي بشكل واضح لولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من خلال السيدة ستيفاني وليمس أو كان من خلال حتى المبعوث المبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا لذلك واضح جدا بأن الولايات المتحدة تحاول أن تنفرد بالملف الليبي وكذلك تحاول أن يكون هناك استقرار نوعا ما بحيث أن يضمن لهم المحافظة على مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الليبي لذلك اليوم العالم وحتى بعد حرب روسيا على أوكرانيا كذلك تطنع العالم بأن يبحث على بديل آخر الطاقة وكانت ليبيا من ضمن الدول التي يحاولون أن تكون من ضمن الدول البديلة في مسألة الطاقة لذلك اليوم أصبح استقرار ليبيا حاجة ملوحها لهذه الدول أي نعم هناك حتى تدخل بريطانيا في الملف الليبي وكذلك مسألة حتى نحن نعلم بأن ولاء رئيس المصرف الليبي المركزي أو مدير المصرف الليبي المركزي السيد الصديقي ونحن نعلم أن ولاء هو لبرطانيا بشكل تحديد وليست سلطة ليبية لديها عليها أي نوع من حتى الإلزام أو الضغط لذلك هذه المشكلة نحن انتحدثت على تدخلات حقيقية في السابق كانت أثرت على ملف الليبي بسواء كانت حتى من ناحية العسكرية ولكن مثل ما يحدث من مدير مصرف الليبي المركزي لذلك الآن يمكن زي ما ذكرتك بأن مؤتمر إسمانيا أو في المتريد اليوم يمكن أن يأخذ منحنا آخر وشكل آخر بحيث أن تتفق هذه الدول بأن يجب العمل على استقرار ليبيا بحيث أن تضمن تضخل النفط الليبي شكرا جزيلا لك سيد جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية على كل ما تفضلت به وتمعنا من بنغازي اشتركوا في القناة